بسم الله الرحمن الرحيم آخر شي وصلنا لفتسجيلات وهو قاعدة 18 وهي 18 وعرفنا تعريف متاحها وعرفنا الأساس أنها من جاية لقاعدة 18 هو من S-Orbital والB-Orbital ودخول المدار من D S فيه 2 والB-6 دينها 8 والD فيه 10 لذين يكون كم 18 يعني قاعدة 18 يكون متقوينة من 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 transition metal اللي هو الD يقري فيه 10 الكترونات ومن اللي جند يكون فيه شنو مدارين هنا S ومن ومدار B التعريف متاحها قال لك أنها عملية يتم من خلالها حساب مجموعة عدد الالكترونات أو التكافؤ الالكتروني المحاط حول من ذرة المركزية تمام تبا كيف نجوه نحنا نطلعه أو كيف نحسبه transition metal كيف نحسبه قاعدة 18 أول حاجة نبي نحسب قاعدة 18 أول شيء يضروني نطلع اللي هو oxidation number متاع منه متاع المتال طبعا بش نعرف oxidation number متاع المتال لابد اللي جندات اللي يكون المحاطات بالمتال اللي هنا الورقانو متالك لابد انه يكون عارف oxidation number متاح لابد أن نكون عارف oxidation number متاح حنوريك في نهاية المحاضرة عبارة عن جدول تمام يكون موضح فيه شنو زي هذا الجدول هيكون موضح فيه شنو اللي جند من هو النوع المنح متاعه أو المكان اللي يمنح منه الشحنة متاعها شحنة الليغان وكم يمنح تمام الجدول هضا هنوضحها لكم بعدين كيف يتم اختيار مثلا كيف تطلع الوكسيديشن نمبر وين تعرف الليغان دلي يمنح 2 اكترونات يكون ايون يمنح 2 اكترونات يكون متعادر يمنح 3 اكترونات يكون مثلا كتاين يمنح اكترونات تمام هضا الجدول هنجوه وين في النهاية شن قلنا اول حاجة نطلعوه هي الاكترونات متاع منو متاع الميت الايون كيف تم اخراجها عن طريق الاكترونات متاع الليغان تمام في بعض الليغان دات حنوضحها لكم بعدين هذا هنا هنا اللي تعرفون وتعرفوا الاكترونات متاعها ثاني حاجة نطلعوا الشحنة طبعا عارفين كيف نطلع الاكترونات نحسب اللي جوه داخل السفير وبعدها نطلعها بعكس الاشارة مع اللي خارج السفير ونجمحها مع بعضهم تمام بعدها خطوه هذي هي الاي بي سي مقصود به انه هو هذي الحركات اللي يدير فيه اخر حاجة اني ندير شنو الخطوة الثانية نحسب تمام الاكترونات بتاعات الليجاند الليجاند كل الليجاند محاط بالمثل كم يمنح الاكترون وبعدها نجمحها كلها تمام طلعا 18 نعرف ان المعقد هذا عندي ستيبل ومستقر ثابت طلعا اقل من 16 نعرفه غير مستقر بالتاني انا كيف نقدر نأكد على اخرى عن طريق قاعدة فكت اتوميك نمبر لما نحسب المتاع 18 نقا هو يتمت او يكون ااا يمثل اقرب غاز خامن تمام لكن الاخرات اللي يقدر مثلا 16 واقل من 18 او 20 نقا ما يمثلنش اي غاز خامن تمام سنبدو اول حاجة بمثال او نحسب لقاعدة 18 عطاني مثال مثال نقا قال لي تيتانيوم مع السي بي اثنين سيتشترياته سي ال تمام عندي تيتانيوم مرتبط بي السي بي تو مرتبط بي سيتشترياته مرتبط بي منو السي ال ونبي نطلع شنو او نحسب اللي هو قاعدة 18 لا الشكل هذا كيف نرسمه سنجي تيتانيوم مرتبط بيش تمام ركزوا الارتباط منينا ليش دخلتها جوحا بينا لك مرتبط مع سي اشترياته اسي ال هذا هو الشكل عندي تمام هذا الشكل اللي مكتوب او رسمته نجي نبي نحسب توا الاكسوديشن نمبر طبعا نحنا خذينا نقطة من قبل شن قلنا ايا خذيناها من قبل شن تقولوا النقطة هذي تقول ان بالنسبة للهبستي وضحنا كيف نطلع فيها صح قلنا اي واحد تكون انهبستي متاعه فردية يكون اي database تأكسدٌ متاعه ناقص واحد ايا واحد تكون المنح متاعه فردي سيكون شنو شحنه متاعه مينس عمل اى واحد ندар سوف نرى حلقة السايكلو بنت دايين كم تمنح المنح لما يكون شفته من نصا معناها منح من كم من خمسة ووضحنا لك كم كيف تم المنح ومنين على حسب المكان انا رابط من خمس ضرات كربون 1 2 3 4 5 معناها المنح عندي فردي ولا جوزي خمسة فردي فردي معناها نعرف ان هذا شو عنده ناقص واحد الكلور من خلال ضر وحده معناها المنح فردي ماينس واحد هذا كم 1 2 3 4 5 حتى هو من خلال خمس ضرات كربون فردي ولا جوزي فردي نعرف ان هو ماينس واحد الميثاء الميثائي حتى هو من خلال ضرات كربون وحده وعددها فردي اللي هو واحد معناها نعرف ان الوكسديشن نمبر متاعه بيش ماينس واحد تمام عندي ماينس واحد وماينس واحد وماينس واحد ها نسكر اه كنت نرسم فيه في شحنانا مافي الشحنة الناقص اربع هذي نا تنتقل بره بعكس الاشارة كم تقعد تقعد موجب اربع مانا نعرف ان انا ان التيتانيوم كم شحنته موجب اربع شفتوا كيف طلعناها قلنا شنو يا شباب لما يبدأ عندي الليagueِ المنحenza متاعها فردي الشحنة متاعها ميناس واحد لما يقدم الفرد المنحة متاعه جوزي الشحنة متاعهاـ زيرو هذينiman مهمات و dezeنا هذينين اثنان وиновها نعرف ان 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 انا منخ من خمس ضرات كربون وانا منخ ضرات كربون انا منخ 5 فردي شحنة ميناس واحد انا منخ ان初 ان قسمها موينست واحد وانا منخ précis من غير كربون وحده هو مائنس 1 مائنس 1 ومائنس 1 ومائنس 1 أذينا مائنس 4 وهنا عندي شنو زيرو سنطلحها بعكس الإشارة مثلا نقول لك تيتانيوم رقز معي تيتانيوم زئل سيساوي زيرو سنطلع على المائنس 4 سيساوي موجب 4 تمام هنا عرفنا أننا التيتانيوم لديك موجب 4 سن ó chart 18 يا شنقلنا نديره هنا نقوم سدع innz نحط عدد الالكترونيات الموجودة في المدار دي بعد ما نطلع الوكسيديشن نمبر امتاعها التيتانيوم نعرفه نوه كم تباته وعشرين او اتنين وعشرين اعليش اتنين وعشرين التوزيع الالكتروني ارغون تمنتاش اربع اثنين تلاتة دي اثنين كم فاقد التيتانيوم؟ اربع اكترونيات نحاول اثنين متاعات الاس واثنين متاعات الدي ما نعرف ان التيتانيوم موشب اربعة هيساوي زيرو ما فيش عدد اكترونيات المدار دي خلاص نجو للليجندات نبدو باول اللي هي عندي من السي بي كم عندي منها واحدة؟ اثنين سنجي نقول اثنين السي بي الشحنة متاحا كم؟ ماينس واحد تمام؟ عندي اثنين كل وحدة تمنح كم يا شباب؟ خمسة تمام؟ كل وحدة تمنح كم؟ خمسة خمسة في اثنين؟ كم بعشرة وكل وحدة كم علي شحنة؟ ماينس واحد ماينس واحد يعني كم كل وحدة كم تمنح؟ تمنح ستة بداية الخمسة ليش؟ على سبب الماينس واحد معناها ستة في الكم؟ ستة في اثنين منين جبنا الستة هذي يا شباب؟ هو كم يمنح واحد؟ اثنين تلاتة أربعة خمسة خمسة ومعها الواحد هي شحنة بتاعها يقد ستة واذا يمنح واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ومعها الواحد يقد يمنح كم؟ ستة تمام؟ وفي من هنا اثنين يقدر ستة في اثنين باش بطناش نشيل المال الاخرى للسي ال السي ال قلنا يمنح فردي معناها شحنة بتاعها بالماينس تمام؟ كم يمنح هو السي ال الكلور؟ معروف ان الكلور يمنح وحدة بس مع الواحد اللي عنده هذي يبدأ كم؟ اثنين الالكترون هذا عليش دي ما يقول الكاميرا والكلور يمنح اثنين الالكترون بس فين حالة لما يكون في حالة ايونية بعدين عندي الميثايل حتى هو من خلال كربون وحدة يمنح تمام واحد معناها ونزيد عليه الشحنة بتاعها الثاني بكم؟ اثنين الالكترون اثناش اثناش واربعة كم يطلع؟ يطلع 16 الالكترون نلقو هذا غير مستقر ولا تنطبق عليه قائل الفكر اتوميك نامبر وملاحظة اخرى انه نوعا معقد هذا هو عبارة عن سكوير دائما سكوير بلانر يطلع عن كم؟ يحتون على 16 الالكترون معناش ندرنا جبنا المدار دي تمام؟ متاع المثل وعرفنا كم فيه اكترون امتاع عرفنا كم فيه اكترون بعد ما عرفت شحنة كل ليغاند بعد ما عرفنا الشحنة متاع كل ليغاند تمام؟ الحاجة الاخرى كيف عرفنا شحنة الليغاند؟ قلنا لما يقدر الليغاند يمنح فردي معناها شحنة ماينس واحد لما يقدر يمنح جوزي الشحنة متاعها كم؟ زيرو تمام؟ بدينا مينس واحد مينس واحد مينس واحد مينس واحد مينس واحد طلعناهم بره بعكس الإشارة قلنا الموجب أربعة عرفنا أن التيتانيوم الشحنة متاعها كم؟ الشحنة متاعها موجب أربعة تمام؟ تنجي ندرنا بعد آخر حطينا التيتانيوم في المدار دي كم فيه بعد دي يقدر موجب أربعة يقدر زيرو وكل ليغاند كم يمنح؟ طبعا لما تجي المنح تشوف كم ذرة يعطي هذا يعطي من خمسة تحسب له السادسة sommesâ menteعة هذا يعطي من خمسة تحسب له السادسة الشحنة متعة هذا يعطي واحد تحسب له السادسة الشحنة متعة هذا يعطي واحد فتحسب له الثانية الشحنة متعة هذا يعطي واحد تحسب له الثانية لتاكين من ساحنة متعة توجد نجو نجمع أجمعوهن جمعناهяни كم يطلعن؟ هناك ل教هذا من 16 إلاكترو تمام؟ عندي مثال آخر المثال هذ هنشي نرسمه كوبالت مرتبط باثنين سايكلو بين تداين تمام؟ أول حاجة نبقى نديروها يا شباب هذة الرسمة متاعها شفتو وبره زيد واحد أول حاجة نبقى نطلعها نطلع الزرة المركزية كيف نطلعه عن طريق ما عرفت الشحنة متاع من متاع الأرغانومي تاليك ليغاند هذة من كم يمنح شفتو لما نقوم نص نقوم هنالخمسة وهذا كلام وضحته لكم ومنين يبقى أربعة ومنين يبقى واحد هنا معناها نحمنح من خلال واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة من خلال خمس ضرات كربون معناها الشحنة متاع بايش ماينس واحد لأن المنح هنا عندي شنو قود فردي معناها الشحنة متاع بالماينس هنا قلال واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة الشحنة متاع بايش حتى بالماينس تمام عندي هنقوله الكوبلت كيف نطلع لكسيديشن نمبر زائد ماينس واحد وماينس واحد الذين عبارة عن ماينس اثنين وبره كم يساوي موجب واحد هنطلعه هذي بعكس الإشارة زائد واحد زائد ثلاثة تمام زائد اثنين نجل كوبلت عندي شحنة متاعه موجب ثلاثة نجل كوبلت عندي شنو شحنة متاعه موجب ثلاثة تمام هنجو نحطلعه الكوبلت موجب ثلاثة هنلقو فيه ثلاثة دي كام دي كام نلقو فيه ستة إلكترونات تمام هنجو تول من للليجندات اللي عندي تمام عندي هذا سي بي سيكلو بنتا دين سيكلو بنتا دين عندي من اثنين اثنين نجي نكتب اثنين سيكلو بنتا دين ومننزش شحنة متاعه نحطه كل واحد كم يمنح خمسة ومعاه واحد دي كترون ستة واذا يمنح خمسة ومعاه واحد دي كترون ستة مجموحا مع بعض كم يطلع عن اطناش تمام اطناشا الالكترون ستة و اطناش تمنتاش الالكترون هذا تنطبق عليه قاعدة تمنتاش لما نجي نطبق نطبق العدد الذري الفعال المتاعه نقا انه هو يخضع لأقرب غاص خامل والمعقد اضعه مستقر وثابت تمام حنشو ناخذ مثال اخر اشتركوا في القناة